وإذا قيل له لا تفسده في الأرض والحقيقة أعظم أنواع الفساد أن تفسد العقيدة أن تفسد دين الإنسان أن تعلقه بأوهام ما أنزل الله بها من سلطان أن تعلقه بتأويل غير صحيح لآيات الله أن تأتيه بقصص لا أصل لها في الدين أن تأتيه بقيم رفضها الإسلام لذلك لو استمعت إلى منافق كل كلامه غلط كلامه منطلقاته أهدافه اعتماداته أدلته كل غلط ليست دينية ليست مشروعة يأخذ من هذا كلمة ومن هذا كلمة ومن هذا تعليق ومن هذا حكمة ومن هذا مقياس وبلا ضوابط وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يركبوا رأسهم ويصم أذنيه عن سماع التوجيه الصحيح فيا أيها الإخوة حركة المنافق حركة فساد حركة إيقاع بين الناس حركة تقطيع علاقات حركة قطع ما أمر الله به أن يوصل حركة تغيير معالم الشيء الله عز وجل وصف الكفار بوصف معجز قال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجة فلذلك أحد أكبر صفات المؤمن الإصلاح يصلحون إذا فسد الناس أحباب النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يصلحون إذا فسد الناس يعني إذا سألتني عن صفة أساسية للمؤمن الإصلاح التوفيق التقريب الجمع النصيحة الرحمة الإنصاف العدل إن سألتني عن صفة أساسية في حياة المنافق الإفساد طبعا تحت غطاء نحن فرضا نعمل نادي قمار مكلف خمسين ستين مليون بيدر دخل كبير علينا الإله هو المال فأي شيء يجلب المال يجلب أنه أصلاح مصلحة مبنية على المعصية يقول لك هاي رايجي هلا يا أخي يعني بيبدل مصلحته فورا إلى مصلحة أو إلى حرفة أساسها الإفساد إفساد الشباب يقول لك هاي أربح العمل مو عبادة يتلبسها كمان بتكون حرفته كلها غلط كلها فساد بعد العمل عبادة فقضية الفساد يعني طفة جامعة مانعة للمنافق حتى في بيته حتى في تبذل في البيت حتى في إلقاء نظراته نظراته خبيثة سيابه بعيد عن الحشم مرأة كانت أو رجلاً وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المبسدون ولكن لا يشعرون طبعاً لا يشعر هو في أعماقه يشعر أنه فاسد ولكن لا يشعر أن هذا العمل له آثار قد لا تخطر في باله إنا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآثارها يعني فرضاً من باب الجدل لو أن إنسان أفسد فتاة يشعر أنه أفسدها وأخرجها عن طبيعتها وعن قوامها الذي أراده الله لها هي زوجة زوجة طاهرة تنجب أولاد فلذة أكبادها فلما أفسدها أخرجها عن طبيعتها وجعلها تمتهن الانحراف هو لا يشعر أنه بعد مئة عام قد يأتي من نسلها مئة ألف مئة ألف فتاة فاسدة كلها في صحيفة هذا الذي أفسد الأولى هذا معنى قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتة ونكتب ما قدموا وآثارها لو اطلع الإنسان على الآثار الوبيلة التي يتركها عمله لا ارتعدت فرائصه كل هذا محاسب عليه الإنسان أحيان يسن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر